اشتركوا في القناة اصدار نسخة معدلة من هذا الكتاب الذي تعد بفضل الله ثم دعمكم مليون مشاهدة لذا اجرينا استفتاء حول هذا الامر وجاءت اغلب الاصوات ترجح ذلك وها نحن ذا بناء على رغبتكم نقدم اليكم هذه النسخة الجديدة المعدلة والمزيدة باجزاء لم يتم نشرها في النسخة الاولى مرة اخرى نحن ندين بنجاح هذا الكتاب ونجاح القناة بشكل عام بعد توفيق الله تعالى اليكم فلكم وافر الشكر والمحبة والتقدير ينسب الى الامام علي كرم الله وجهه انه قال ان الناس نيام فاذا ما تنتبهوا قد تمر هذه المقولة على الاسماع مرور الكرام لكنها لا تمر على الافهام بالكيفية نفسها اطلاقا فقائلها ان صح نسب المقولة اليه ليس شخصا عاديا بل هو باب مدينة العلم وبعيدا عن مغالاة البعض في فضله وكراماته يبقى علي بن ابي طالب واحدا من فلاسفة هذه الامة ومفكريها وعلمائها الذين اوتوا من لدن الله علما ومن كراماته فضلا فكلماته الباقية دلالة عظيمة على بحر علمه ولو انه لم يقل سواها لكفتنا اذ انها ترشدنا بشكل او باخر الى حقيقة هذه الحياة هذه الخدعة الكديرة صدر هذا الكتاب في طبعته الاولى بمعرض القاهرة للكتاب عام 2019 بعد اكثر من عام على اتمامه كنت مترددا في نشره حتى اني وضعت على غلافه جملة تقول لا تقرأ هذا الكتاب وكتبت في مقدمته لعلك تظن بان جملة لا تقرأ هذا الكتاب جملة بعائية ولكن صدقني ان بعض الظنث فبالله العظيم انا صادق بها كل الصدق ولا اريدك ان تقرأ هذا الكتاب بالفعل لماذا اذا انتجشنت اهوال الكتابة وقضيت الايام والشهور في البحث وتحري اذا كنت لا اريدك ان تقرأه لان هذا ما يمليه علي ضميري كرجل يحمل امانة القلم تلك الامانة التي اجبرتني على اتيام هذا الامر رغما عني ولماذا لا اريدك ان تقرأه لاني بمجرد ان انتهيت منه فقد وضعت عن كاهلي حملا ثقيلا اشفق عليك منه فالنعرفة شجرة الاسف والجهل في بعض الاحيان نعمة كنت وقتها اظن بان قراءة كتاب كهذا قد تفتح على القارئ ابواب الشك في كل شيء وتحرمه الراحة تحت ظلال التجاهل لكن رغم كل التحذيرات فان عدد الذين قرأوه كان كثيرا واغلبهم تفتحت عيونهم على الحقيقة واستيقظوا على عكس ما كنت اظن لذا فقد تحليت بالشجاعة وقررت ان يجيء هذا الكتاب في طبعات تالية ونسخة وثائقية ايضا على يوتيوب تخطط بفضل الله المليون مشاهدة وها هي نسخة ثانية معدلة ومحسنة ومزيدة من الكتاب تلبية لطلب كثير من الاحباء المتابعين وهي الطبعة الخامسة من الكتاب الورقي والتي اضفت اليها فصولا كنت قد حذفتها من النسخ القديمة مخافة ان يرميني الناس بالجنون الا ان الحرب التي شنها الملحدون والمغيبون جعلتني اتمسك بموقعي اكثر واستفيد دون خوف في تبيان ما سوف يحاسبني عليه الله ان قصرت في تبليغه ورغم اني ما زلت محافظا على موقعي على الحياد من القضية القدر الامكان الا ان مفهوم الحيادية مفهوم مراوغ جدا ولا بد ان يميل الكاتب شاء او اباه عن قصد او دون قصد الى توجهاته لكني ما زلت اؤكد اني فقط اعرض عليك الامر برمته ان تقبله او ترفضه فهذا يرجع اليك وحدة والى قناعاتك والى قدرتك على التفكير الحر هذا الكتاب مغامرة عقلية فلو كنت شجاعا وذو عقل يبحث عن الحقيقة واكملته للنهاية فلا اضمن لك ان تبقى ما انت عليه الان لانك على وشك الاستدام بثوابت راسخة على وشك فتح ستار الكواليس على وشك فتح عينيك ربما لاول مرة في حياتك فاحترس لانها سوف تؤلمك جدا هذا الكتاب بوابة ستأخذك الى عالم اخر علام من التفكير الحر المبني على رؤية واضحة وليست من وراء حجاب العادة والالفة لهذا انسحب الان ان كان قلبك ضعيفا او عقلك جامدا غير مؤهل وانا حاول ان تشتر كل مخزون الشجاعة التي تملكها لتمضي في رحلة ذهاب فقط لا تتراجع من وسط الطريق او تبني رأيا الا بعدما ترى الصورة كاملة وتفهمها فهدف الكتاب برمته ليس اقناعك بشيء بل حثك على اعمال العقل والبحث والتحري هذا ان كنت تريد الوصول الى الحق والحقيقة وجدير بالذكر ان كل ما انت مقدم عليه ليس اجتهادا شخصيا قدر ما هو حصيلة اجتهادات وتجارب كثيرة شرقا وغربا انا فقط ارشدك الى الطريق ولم اسهم الا بالترتيب والشرح والبيان والنذر اليسير فكل ما ورد بهذا الكتاب معلومات اجتهد عليها الباحثون ومصادرها هذه المرة مرفقة بالكتاب وفي وصف النسخة الوفائقية على يوتيوم اخيرا ثق ان القراءة والبحث في هذا الموضوع الشائك مقبض باب عليك ان تفتحه بنفسك وترى بعينيك ما وراءه وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من لبس او خطأ او نسيان فمن نفسي البديهية هي حقيقة ذاتية الصحة يقر العقل بصحتها مباشرة دون برهان لشدة وضوحها ولا تحتاج الى ثبات لانها في حد ذاتها اثبات لاستنتاج اخر وهي في علم المنطق قاعدة اولية تنطوي على فهم وتقدير الامور بشكل فوري ودون الحاجة الى تنحيص لانها تعتمد على المعارف المتوارفة والتي تلقى قبولا في المجتمع اي انها ثوابت ومبادئ عقلية اولية تمكن الافراد من اتخاذ القرارات وتقدير الامور دون الحاجة الى دليل معقد او تفسير لذا لا يمكن للعقل الواعي نقرانها او تكثيبها ويقر بها ويستمد اليها في سلسلة استنتاجاته للوصول الى اثبات ما وتختلف البديهية عن المسلمة بكونها حكم تحليلي وبداية البرهان والتسليم بالامر دون جدال وهي سابقة للمسلمة التي تكملها ولا تتنافى معها فاذا كانت الشمس تشع الضوء فهذه قضية بديهية يسلم بها العقل بشكل تلقائي دون الحاجة الى اثبات واذا كانت الغيوم مصدر المطر فهذه ايضا قضية بديهية لا ينكرها العقل ويمطلق منها في رحلة اثباتاته التالية ولكن ماذا لو ان هناك مجتمعا مغلقا على نفسه قبيلة تعيش في مكان منعزل تماما عن العالم وكل افراد هذه القبيلة من المطففين ثم بطريقة او باخرى عفر عليهم احد رحالة وعاش بينهم فترة من الزمن بدأ خلالها معهم رحلة تعليم من الصفر فلا شك في ان اول شيء يبدأ به هو البديهيات علمهم هذا الرحالة ان هناك جرما يطير في السماء اسمه الشمس وهو جسم سداسي الشكل ازرق اللون ينفث بين الحين والاخر الماء لينزل على الارض في صورة شيء نسميه المطر وان هناك فقاعات سابحة حول هذا الجسم اسمها الغيوم تشوع نورا وحرارة وهي تلك اللسعات التي تشعرون بها على جلودكم هكذا يصبح بديهيا بالنسبة اليهم ان المطر يأتي من الشمس والحرارة تأتي من الغيوم وتتعاقب الاجيال التي تبدأ في تكوين حصيلتها العلمية والمعرفية انطلاقا من تلك البديهيات المطر ماء بارد يتكون من قطرات تمتزج ببعضها بينما الحرارة ضوء يظهر شكل الاشياء حولنا لكننا لا نرى ذلك لاننا فاقدون للبصر وهكذا يشرع هؤلاء القوم في تعليم اولادهم البديهيات التي تعلموها وما اضفوا اليها من معارفهم وعلومهم ويتشكل الوعي العام الذي يمضي في رحلة تقدمه العلمية كلما تقدمت الاجيال واضاف كل جيل اسهاماته فجأة يولد بينهم شخص ليس كفيفا ويدأ مثل الجميع في تحصيل ميراف العلم الموروث عن اسلافه فيصطدم اول ما يصطدم بالبديهيات ويدأ رحلة شك فيها لانه يرى بعينيه ان الشمس ليست جسما سداسيا ازرق يخرج منه المطر والغيوم ليست فقاعات تشع نورا وحرارا ورغم انه يرى بعينيه الا انه يكذبها لانهم يبرمجون عقله ويقنعونه بان ما يراه ليس حقيقيا وان ما يعتقد كونه حقا هو باطل لان البديهية تقول عكس ذلك وبما انها قضية عقلية لا تحتاج الى برهان ويقر العقل بصحتها دون استدلال مسبق اذا لو ان هناك خللا فيكون في عقله وفي عينيه التي تخدع ان التكرار الذي حدث على مدار اجيال يجعل هذا الشخص يبدو في نظر الجميع مجنونا لانه يقول خرافات ويشكك في بديهيات لا يمكن نقرانها اذ كيف يقول هذا المجنون بان الشمس مصدر الحرارة والغيوم مصدر المطر فيخالف قضية محصومة وبديهية توارفتها الاجيال وامنت بها لكن هذه الفرضية حدثت في مجتمع كفيف يفتقر الى الرؤية والتفكير الحر ويعتمد في سلسلة براهيمه على الاستنباط المعرفي المبني على بديهية خاطئة صدقها وامن بها فقط لكونها مجموعة من الافكار الجاهزة التي تكررت على العقل من المهد الى اللحد فالانسان يملع عليه منذ نعومة اغفاره وحتى يهرم ان الشمس جسم سداسي ازرق يرسل الينا المطر والغيوم فقاعات تشع نورا وحرارة ثم تبدأ البراهين لاثبات ذلك بما لا يمط الى الفرضية نفسها بصلة ألا تشعر بالمطر؟ ألا تحس لساعات الحرارة على جلدك؟ هذا هو الدليل هكذا يجد هذا الشخص نفسه غريبا مثل أليس في بلاد العجائب وحيدا في عالم يقبع في أعماق نفق أرنب عالم غير منطقي وغير مقنع أما في عالمنا المنظور ثلاثي الأبعاد فنحن مبصرون ولا يمكن لفرضية كتلك التي آمن بها هؤلاء القوم أن تصدق فضلا عن جعلها بديهية نحن نملك عيونا نرى بها أن الشمس جرم يشع نورا وحرارة بينما الغيوم هي التي ينزل منها المطر ولكن ماذا لو أن البشر قرروا فجأة تغيير اسم الموز ليصبح برتقال وتغيير اسم البرتقال ليصبح موز لا شك في أن الجيل المعاصر لهذه الفرضية سوف يستهجنها أما الجيل التالي سوف ينقسم على نفسه البعض حداثيا سيتبع الأسماء الجديدة والبعض أصوليا سيتمسك بالأسماء القديمة ومع كل جيل سوف يتناقص أتباع الأصولية ويتزايد أتباع الحداثة حتى نصل إلى جيل لو أن فردا منه أطلق الاسم الصحيح على نوع الفاكهة يكون مكانه مستشفى الأمراض العقلية لذا فإن خطة تغيير الوعي وصنع بديهيات وزرعها في العقول هي خطة أجيال ولا يمكن تحقيق نجاحها إلا باستمرارها وتكرارها لبرمجة العقول على مدار تلك الأجيال لكن هذا في حكم المستحيل فمن ذا القادر على تطبيق خطة تستمر لقرون الجميع يهلك ويموت ولذلك لا بد أن يقف وراء خطة كهذه رأس لا يموت رأس خالد في الحياة وهذا ما حدث بالفعل حينما أخف الشمس هل يبدو الأمر كأنه أحجية؟ هل تسأل نفسك ماذا يريد هذا الرجل بكل هذه الفرفرة؟ حسناً أريد منك أن تربط حزام الأمان جيداً لأننا سنقفز داخل نفق الأرنب لنرى كم هو سحيق العمق حاول أن تتجرد من كل أفكارك المسبقة ومن كل القناعات التي تعلمتها في حياتك حرر عقلك وترك له العنان للتفكير بكل حرية بعيداً عن تلك الزنزانة الخانقة التي تسمى البديهيات ترجمة نانسي قنقر